السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هناخد الدرس التاني من رياضيات الصف الثالث ومعانا كتاب قطر الندى اللي حابب ياخد معانا المنهج كامل ويذكر معانا المنهج كامل احنا هنحل الكتاب بالكامل من اوله الاخره كده فاللي عايز يتابع معانا ان شاء الله يلحق يشتري كتاب قطر الندى ويلا بينا نشوف الدرس التاني بيتكلم عن التمثيل البياني بالاعمدة وهما خدوه في سنة تانية فالمفروض عارفينه فتعالوا نشوف هنا مثلا مديني جدول بيقول الجدول التالي يوضح الاختيارات المفضلة لمجموعة من التلاميذ لبعض الاشكال عندي هنا المربع بيحبو 8 تلاميذ الدائرة 4 المثلث 3 والنستطيل بيفضلوه 6 تلاميذ ده الرسم اللي احنا اخدناه سنة تانية ده اسمه التمثيل البياني بالاعمدة عندي هنا ده المحور الرأسي ودي التسمية الرأسية ودايما بتبقى ارقام عندي هنا ده المحور الافقي وبنحط فيه التصنيف بتاع المجموعات انا سميناه الاشكال الهندسية عشان احنا هنا كتبنا مربع دائرة مسلث مستطيل دي اسمها التسمية الافقية وده المقياس بتاعي لو صفر واحد اتنين تلاتة الحد بقى اي ارقام والرسمة بتاعتي اسمها الاشكال الهندسية المفضلة وده عنوان التمثيل البياني طيب هنا بيقول يلاحظ تمثيل هذه البيانات بطريقة التمثيل باني بالاعمدة هنا بيقول المربع تمانية فجيت عند المربع لو انت تماني لحد رقم تمانية الدائرة اربعة لو انت لحد رقم اربعة المسلث ثلاثة لو انت لحد رقم ثلاثة المستطيل ستة لو انت لحد رقم ستة طيب دي كده كانت رسمة شرحة بس تعالوا بقى احنا نبتدي نحل عندي مجموعة من الحيوانات بيقولي اكمل تمثيل البيانات بالاعمدة باستخدام الوانك المفضلة واجب عن الاسئلة التالية الحيوانات المفضلة الحيوانات المفضلة ده هيكون اسم الرسمة بتاعتي هيكون اسمها الحيوانات المفضلة فالعنوان بنجيبه من راس السؤال العنوان بنجيبه من راس السؤال عندي الكتة الكتة كام هبدأ اعد بس وانا بعد هشطب على اللي انا عدتها عشان مرجعش اعد رقم تاني فعدينا القطة طلعت معانا تسعة عدينا الكلب طلع معانا اربعة عدينا الفيل طلع معانا اربعة برضو عدينا الزرافة طلعت معانا ستة تمام طيب جهزت الرسمة بتاعتي ايا كتنقصة بس كلمة الحيوانات المفضلة عملناها الباقي كله كامل خلاص كده الرسمة جاهزة نبدأ بقى نحل الاسئلة اللي هو مدهالي بيقولي رقم واحد ما هو اكثر حيوان مفضل لدى التلميذ ابو السيمين اكثر رسمة اكثر عمود ملون هلاقي عند الكتة اكتب له الكتة طيب ما هو الحيوان المفضل بالنسبة لك هو بيسألني انتو بتحبوا انا حيوان انا بحب الغزالة فكتبت الغزال اللي بيحب الفيل يكتب اللي بيحب الكلب يكتب اللي بيحب القطة تانية يكتب فكل واحد بيشوف الحيوان اللي هو بيحبه ويكتبه طيب هنا ضع عنوان مناسب للتمثيل البياني السبب خلاص حطينا هو كتبنا الحيوانات المفضلة فببدأ ارجع اكتبها مرة كمان هنا الحيوانات المفضلة طيب عندي هنا بيقولي انظر الى التمثيل البياني التالي واجب عن الاسئلة مديني العصير المفضل لدى بعض التلاميذ هنا العصير عندي عصير مانجو تفاح فراولة ليمون هنا عدد التلاميذ 024681214161820 ده عدد التلاميذ طيب بيسألني بقى عدد التلاميذ اللي بيفضلوا عصير التفاح قلت له أنا عدتهم كده آه بصوا معي بقى هنا لو بصيتوا عند آخر مربع هتلاقوا ملون نص المربع ملون نص المربع نمشي كده عنده نص المربع أمشي معا كده زي ما أنا ماشية هلاقي هنا وصل ما بين الثمانية والتسعة وصل ما بين الثمانية والتسعة طيب ايه الرقم المحصور ما بين الثمانية والتسعة بعد بين الثمانية والعشرة هلاقي هنا الخط ووصل ما بين الثمانية والعشرة فاقول آه مين بقى الرقم اللي ما بين الثمانية والعشرة هلاقي رقم تسعة يبقى هنا التفاح في تسعة تلاميذ بيفضلوا تمام ناخد بالنا من المربعات اللي متلون نصها بس اللي متلون كامل هتلاقوا وقف عند رقم اللي متلون نص هيبقى ما بين رقمين نشوف ايه الرقم اللي بين الرقمين ونحطه فان عندي التفاح تسعة طب الليمون الليمون وصل للاخر عشرين طب عصير المانجو اروح للمانجو كده هلاقي وقف عند الاثناشر طيب ما العصير الاكثر تفضيلا اكتر واحد من اكتر عمود ملون الليمون فاكتب له الليمون طيب ما العصير الاقل تفضيلا من الاقل واحد هو التفاح اروح كتباله ايه كتباله التفاح طيب انا بقى عايز عدد التلاميذ اللي بيفضلوا عصير الليمون والتفاح مع بعض ادي الليمون عشرين ودي التفاح تسعة ممكن تكتبوا زي كده بدل ما كل شوية تروحوا تدوروا على الرقم ممكن لأ نشوف وصل لفين ونكتب تحتيها او نكتب فوقيها بحيث ان احنا نروح للرقم على طول طيب عشرين زي التسعة اعمل ايه اقول عشرين فمخي والتسعة على ايدي اطلع تسعة على ايدي بعد العشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين يبقى تسعة وعشرين تلميذ بيفضلوا عصير الليمون والتفاح مع بعض طيب هنا ما الفرق قال لي الفرق ويبقى هنا عايز عملية طرح بين عدد التلاميذ اللي بيفضلوا عصير الليمون عن عصير الفراولة الليمون 20 والفراولة 18 هاجي من بعد 18 اقول بعد 18 19 20 اتنين هم يبقى هول ايه اتنين من التلاميذ طيب خلاص كده افتقرنا الرسمة افتقرنا التمثيل البياني تعالوا بقى هناخد حاجة تانية واعتقد برضو خطوها في سنة تانية تعالوا نشوف هنا كده بيقول الشكل التالي واضح الاختيارات المفضلة للتلاميذ الفصل لبعض الفواكه المختلفة انظر الى الشكل واقوم بتجميع البيانات باستخدام العلامات التكرارية كالتالي فاكرين العلامات التكرارية خدت يا يوسف العلامات التكرارية؟ لا يبقى دي حاجة يوسف ما خدهاش في سنة تانية يبقى دي حاجة ايه؟ جديدة حاجة جديدة يلا بينا يعني ايه علامات تكرارية؟ علامات التكرارية او مدام شرحة هنا يبقى جديدة عليكم يعني مثلا رقم واحد همثله بشرطة رقم اتنين شرطتين رقم تلاتة تلات شرطات رقم اربعة اربعة شرطات طب والخمسة لأ الخمسة اربعة شرطات والشرطة الربعة ايه واخدهم كده زي ايه اكننا جبنا خمس اقلام كده او خمس عصيات وربطناهم برباط الرباطة بقى دي اللي هي الخمسة هنسميها ايه هنسميها حزمة هنسميها حزمة يبقى عند الخمسة اربعة ومعهم رقم خمسة شرطة عليهم مسكهم كلهم كده اسمها ايه اسمها حزمة تمام كده طيب عايزة رقم ستة الستة هتبقى خمسة اللي هي الحزمة ومعها واحد طب والسبعة الخمسة اللي هي الحزمة ومعها تنين طب والتمانية الخمسة اللي هي الحزمة ومعها تلاتة طب نقول التسعة ها التسعة كام الخمسة اللي هي الحزمة ومعها أربع شرطات تمام يبقى اللي هي الخمسة دي كده نعملها كده أربع وحايد ورقم خمسة ايه محزمهم فعشان كده سميناها حزمة تمام طيب هنا عايزين البطيخ احنا هنعد البطيخ وهو كتب لي يعني هو كتب لي ايه الارقام اه بيقول لي هنا التلاميذ اللي بيفضلوا البطيخ اما اعدي اما شوف من جدول العلاط اقول عددهم سبعة السبعة دي نعملها ازاي خمسة حزمة ومعاها اثنين خمسة حزمة ومعاها اثنين طب التفح حداشر يبقى خمسة وخمسة وواحد حزمة وحزمة ومعاهم واحد احنا خلاص لازم نحفظ ان الحزمة خمسة طيب اللي بيفضلوا الكم مثرة الكم مثرة عندي خمسة يبقى حزمة واحدة طب العنب لا دا العنب ثلاث وحيد بس او ثلاث شرطات طيب والبرتقال اربع يبقى اربع شرطات بس اهم حاجة اعراف ان الحزمة دي خمسة الحزمة كام خمسة طيف تعالوا نكمل بيقول لي بقى ايه بيقول لي اكمل تمثيل البيانات اللي باستخدام البيانات التي تم تواصل اليها في الجدول السابق البيانات بقى الهوم الدهلي هنا هنبدأ نطبقها هنا خلاص انا خدت هنا البطيخ قولنا سبعة لونا الحد ايه سبعة التفاح قولنا 11 لونا الحد الهداشر الكمترا خمسة لونا خمسة العنب تلاتة لونا تلاتة البرتقال اربعة لونا اربعة وجهزنا الرسمة بتاعتنا بس نقص العنوين هنا هكتب ايه هكتب الفواكه المفضلة طيب ايه الارقام دي ارقام دي بتاعت عدد التلاميذ طيب هنا عندي بطيخ وعندي تفاح وعندي كمترا وعنب وبرتقال دول ايه اقول الفواكه اقول الفواكه طيب تعالوا بقى انحل ما الفرق بين عدد التلميذ الفرق يعني طرح اول ما لقي كلمة الفرق يعني طرح وما لقي ما عدد يبقى ديه نقي جمع طيب هو بقى عايز يطرح الفرق بين عدد التلميذ اللي بيفضلوا التفاح والعنب احنا قولنا التفاح كام التفاح 11 والعنب 3 طب اطرحهم الزاقول اعد من بعد التلاتة لحد 11 بعد الثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 طلع معي كم سوباء طلع معي تمانية فبكتب تمانية طيب ما عدد التلميذ يبقى عايز جمع البطيخ مع الكم مترة البطيخ عندنا سبعة والكم مترة عندنا خمسة أحط السبعة في مخي وطلع خمسة على إيدي بعد السبعة تمانية تسعة عشر 11 اتناشر. يبقى هكتب كام? هكتب اتناشر تلميز. طيب هنا بيقولي بقى ازا قمنا بدعوت جميع التلاميذ اللي هم قالوا بيحبوا فكهة ايد. اللي هم موجودين في الفصل. هيكون عددهم كام? اجيبها ازاي بقى العدد كله? اخد عدد التلاميذ اللي قالوا بيحبوا فكهة ايد. عند البطيخن سبعة. وعند التفاح عندي احداشر. وعند الكم مترا خمسة. وعند العنب تلاتة. وعند البرتقل اربعي. بقول سبعة زائد حداشر زائد خمسة زائد تلاتة زائد اربعة. وابدأ اجمع ايه? كل رقمين مع بعض. ابدأ اجمع ايه? كل رقمين مع بعض. عندي سبعة واحداشر. الحداشر في مخي. والسبعة على ايدي. بعد الحداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. التمنتاشر في مخي. والخمسة على ايدي. بعد التمنتاشر سعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين في مخي ومعانا تلاتة بعد التلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين الستة وعشرين في مخي ومعانا الاربعة اخر واحدة بعد الستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين يبقى كان معانا في الفصل لكم تلميز كان معانا تلاتين تلميز تمام كده تعالوا نشوف هنا بيقولي الشكل التالي وضح الاختيارات المفضلة لمجموعة من التلميز لبعض المهن المهن يعني وظائف يعني وظائف يعني مهندس معلم طبيب رسام آآ معانا اي تاني آآ بس هم دول اللي معانا مهندس ومعلم وفي نجار او معلم ونجار ورسام وطبيب ومهندس دول اسمهم مظائف او اسمهم مهن تمام بيقولي انظر الى الشكل واقوم بتجميع البيانات طيب انا اول حاجة عندي هنا المعلم عندي هنا ايه المعلم هروح ادور كده على المعلم كان عندي كم مربع واحنا زي ما قولنا وانا بعاد اشطب ادي بص المعلم واحد اتنين تلاتة اربعة بواحدة ايه خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر خلصناهم في حاجة تاني في نفس اللون بتاع المعلم لا مفيش يبقى هكتب اللي اتناشر طب اللي اتناشر دي بقى هنعملها ازاي اه اللي اتناشر خمسة وخمسة واتنين يبقى هعمل حزمتين خمسة وخمسة عشرة اي حزمة وحزمة كده بعشرة ومعهم اتنين يدوني اتناشر اروح اعد النجار النجار هو اصفر يبقى عندي اتنين صفر بس اعمل شرطتين الرسام لونه اخضر عندي اتنين بس اعمل شرطتين الطبيب تعالوا ندور عالطبيب ادي واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية الطبيب طلعوا تمانية التمانية دول ايه خمسة وتلاتة يبقى هعمل حزمة ومعها تلات ايه تلات شرطات طب المهندس تعالوا ندور على المهندس المهندس لونه ازرق هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اه ستة الستة دي عبارة عن كم خمسة واحد يبقى حزمة ومعها واحد كده جمعنا البيانات بتاعتنا اه جمعنا البيانات ايه تمام كده يلا بنا انا هسيبها باينة هنا كده عشان نكمل طيب ايه البيانات بتاعتنا ايه موجودة يلا بنا بقى نرسم الرسمة دول قلنا اسمهم ايه اسمهم المهن المفضلة هنا عدد التلاميذ وهنا المهن هو محضرها لي ابدأ بقى الون المعلم الون لحد الاثناشر النجار اتنين وخلي بالكوا هنا العدد زوجي من السفر واحد اتنين تلاتة اربعة لا انا عندي هنا اتنين يبقى اهلون مربع واحد باتنين طيب الرسام برضو اتنين اهو لوننا لحد الاثنين الطبيب كام الطبيب تمانية اهو بصو لوننا لحد التمانية المهندس كام المهندس ستة اهو نمشي 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 لوننا لحد الستة نفس ما عملنا في الرسمة دي هنعمل في الرسمة ايه واحدة رأسية واحدة افقية هنلون نفس برضو ايه الارقام وهكتب هنا المهن المفضلة زي ما كتبت فوق هنا عملنا الرسمة بشكلين شكل افقين شكل ايه وشكل رأسي طيب كده خلصنا درسي بتاعنا فاضلينا الصفحة اللي المفروض التلميذ هيحلها لوحده مديني صورة جميلة كده صورة اه مزرعة وبيقول لي صورة تالية اضم بعض الطيور المفضلة لدى بعض الاطفال كم بعدها واكمل جدول العلامات التكرارية والتمثيل البياني بالاعمدة لها ثم اجب عن الاسئلة هنا بيقول لي كم دجاجة عندي دجاجة واحدة حطت شرطة واحدة عندي كم بطوت عندي كم بطوت واحد اتنين تلات اربعة خمسة خمسة حزمة على طول اروح ارسم حزمة طبعا دي كم كاتكوت يلا نعد الكاتاكيد واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر العشرة خمسة وخمسة يعني حزمة وحزمة اعمل حزمتين طب والهدهد كم واحدة الهدهد واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة السبعة كام حزمة خمسة ومعها اتنين هعمل حزمة ومعها ايه اتنين وهبدأ هنا هكتب بياناتي على الرسمة بتاعتي التمثيل البياني هنا قال لي الطيور المفضلة الطيور المفضلة كتبناها فوق هنا الارقام ايه الارقام عدد التلميز طب ودول ايه عندي دجاجة وبطة وكاتكوت وهدهد دول طيور فهكتب هنا الطيور قلنا الدجاجة واحدة لونة واحدة البطوت خمسة لونة الحد رقم خمسة الكاتكوت ستة عشرة لونة الحد العشرة الهداهد كام سبعة لونة الحد السبعة وابدأ احل الاسئلة ما الطائر الاقصر تفضيلا هشوف اطول عمود مين عند الكاتكيت اقول له الكاتكيت طيب ما الطاير الاقل تفضيلا مين اقل واحدة ملونة الدجاجة فهقول له الدجاجة. تمام كده? حاولوا خلوا الطفل حلال واحد وكده مشوفوا هيعرف ولا لا. كده خلصنا الدرس رقم اتنين. اشوف كم ان شاء الله برضو معه نفس التمثيل البياني بالصور والعلامات التكرارية. الفيديو القادم ان شاء الله. بتمنى ان انا كن بفيدكم. بشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.